اشتركوا في القناة من هنا من ميدان التحدي من هنا من ميدان الشحانية حيث الانطلاقات متواصلة بفضل من الله تعالى ثم بجهود الرجال واللجال العاملة على أرضية الميدان انطلق على بركة الله شوط جديد يحمل في طياته أسماء كبيرة يحمل في طياته شعارات مميزة وهناك الشوط الثالث عشر للثناء البكار الثمانية كيلومترات بانتظار الشعارات بانتظار الأسماء مقدمة الشوط صدارة الشوط وتابع أول الأسماء هنا انطلاقة بشرة وهنا سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يقدم لنا بشرة في هذه اللحظات شعار عازف العود في الشوط الماضي ينطلق من جديد هنا مع بشرة بينما ثاني التحديات اتابع الانطلاق انطلاقة هنا الكائدة سعيد بن غدير بن عبيد بن علي الاكتبي اتابع التسللات في هذه اللحظات والانطلاق هنا من شوهين حمد بن سلطان بن سيف المنصوري ينطلق هنا في هذه الاثناء على مقدمة الشوط يتسلل في هذه اللحظات بينما هنا اتابع رابع المراكز الانطلاق والوصول في هذه الاثناء من قبل الذيبة سالم بن علي بن سلطان السبوسي يقدم لنا الذيبة في هذه الاثناء تسللت هنا في هذه اللحظات الى ثالث المراكز بينما اتابع الخامسة انطلاقة شعار بن شريم يقدم لنا هملولة حمد بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع وصل مع هملولة هنا في هذه اللحظات يحمل امال ابناء الغويبة على خامس التحديات سادس المراكز تابع انطلاقة غزيلة غزيلة وصلت هنا تسللت وانطلقت الى الاسماء الامامية اخترقت الصفوف هنا بشعار مكتوم بن دحان بن زايد بن سعيد المزروعي قدم لنا الغزيلة تسللت الى الاسماء الامامية وصل الدكتور الاسائل في هذه اللحظات ياتميم المراجل شيخنا ياتميم اذا اعود من جديد لمقدمة الشوط الى صدارة الشوط لأكمل هنا الاسماء وعيد من جديد النداء الثاني على مسامعكم هنا من جديد تابع مقدمة الشوط مع شواهين شواهين على الصدارة شواهين على المقدمة حمد بن سلطان بن سيف المنصور منطلقا مقدما لنا شواهين بهذا الاداء الكبير بهذا المستوى المميز من هنا من ميدان التحدي من هنا من ميدان الشحانية باحث عن الناموز باحث عن الفوز عن الانتصار ولا شيء غير الناموز شواهين على مقدمة الاسماء حمد بن سلطان بن سيف المنصور يتابع يتابع المنطلقا هنا على ثاني التحديات يا سلام يا سلام يا سلام وصلت الكائدة الكائدة على المركز الثاني سعيد بن غدير بن عبد بن حليل اختبي يقدم لنا الكائدة اداءها كائد وشكلها فريد على ثاني التحديات منطلقا ايضا مقدما لهذا المستوى الكبير وصل السبوسي وصل هنا ليقدم لنا الذيبة 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 على ثاني التحديات يا سلام على الذيبة سالم بن علي بن سلطان السبوسي يتابع يتابع التسلل من الجانب الاخر ونات من الزاوية الصعبة غزيلة غزيلة تسللت الى ثالث التحديات مكتوم بن دحام بن زايد بن سعيد المزروحي خامسا يتابع انطلاقت هنا ووصول من قبل بشرى سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي هنا يقدم لنا بشرى بعدما قدم لنا حازف العود في الشوط الماضي والذي حزف على أوتار نموس أجمل حزف يا سلام على بشرى ولكن عود الى مقدمة شوط الكبار المتلألية في هذه الاجواء الرياضية الجميلة والمميزة اجواء رياضية كبيرة اجواء شاعرية هنا من ميدان التحدي هنا من ميدان الشحانية اعود من جديد الى مقدمة الشوط اعود الى صدارة الشوط اللي جرة الشوط جر شواهين على المقدمة شواهين على الصدارة يا سلام على شواهين واداء شواهين الكبير والمميز هنا منطلقة مقدمة لهذا المستوى الكبير والحرض الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن شواهين على مقدمة الاسماء حمد بن سلطان بسيف المنصوري على اول التحديات شواهين مجموعة من الشواهين هنا مجتمعة مع شواهين في سرعة الشواهين حمد بن سلطان بسيف بن درويش المنصوري يقدم لنا شواهين على صدارة الشوط باحثا عن السيارة باحثا عن الزعفران باحثا عن النموس ولا بد ان النموس هو الاغلى وهو الاجمل في هذا المهرجان الكبير يا سلام يا سلام يا سلام الكايدة على ذان التحديات الكايدة الكايدة واداها كايد وشكلها كايد اسعيد بن غدير بن عبد بن علي الاكتبي يقدم لنا الكايدة على ذان التحديات اهالي ساح صبرة ينطلقون مع الكايدة وامالهم بن نموس في هذه اللحظات مطالبين بن نموس يا بن غدير مطالبين كالي سيح صبرة وتابع السبوسي وصل السبوسي احد الشعارات الكبيرة احد الشعارات المميزة لها من الماضي والصلاة والجولات ما الله به عليم منطلق هنا على ثالث المراكز الذيبة 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 رابعا وتابع انطلاقة ووصول غزيلة مكتوم بالدحام بن زايد بن سعيد بن زايد المنصوري يا سلوم يا سلوم وصل الله هذا الشعار وصل الشعار بن زيتون وصل المجازة وصل الشعار زعزعة وصل الشعار الأسماء الكبيرة هنا انطلقت في هذه اللحظات الناوية 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 عتيق بن محمد بن زيتون المهيري وصل وها لمنازف هنا مع المجازف ولكن اعود اعود من جديد الى مقدمة الشعار لتابع الأسماء هذه الخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء شوهين على مقدمة الشعار شوهين على صدار الشعار يا سلام على شوهين منذ بداية الشعار وحتى هذه اللحظات هي من تتمسك بزمام الأمور على المقدمة وعلى الصدارة حمد بن سلطان سيف بن درويش المنصوري أهالي سيح صفرة بدأوا يتحركون ولكن المنصوري راعي شوهين برأس أحلوم اليوم مع شوهين على صدار الأسماء ولكن هنا الخطر هنا 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 المجازف القادم من منازف هنا واصل بن زيتون على ذلك التحديات مع الناوية 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 عتيق بن محمد بن زيتون ألم هيري يلا ولكن ولكن انطلاقتي هنا هنا انطلق بن غدير وصل أبو الشباب ليقدم لنا هذا الاسم هنا مع بشرة سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي ورابعا يوسل يا سلام وصلت الأسماء وصلت الشعارات انطلق هنا صايد الرموز ليقدم لنا غزيل غانم بن مصور بن غانم السيف الخيارين ووصلت الدانة خزع بن أحمد بن خزع بالعثة العامري ولكن الناوية نوا 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 بن زيتون نوا على الشعود قدم الناوية انطلقت الناوية الناوية تسلل بن زيتون عتيق بن محمد بن زيتون المهيري وصل هنا وهذه اللوحة الخطيرة الكبيرة الكيلو الأخير الكيلو الخطير والكيلو الكبير انطلقت الناوية 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 انطلق بن زيتون ولكن بن غدير أحد الأسماء الكبيرة وصل على ذن التحديات مع بشرة سعيد بن راشد بن غدير ولكن الناوية 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 مع بن زيتون الناوية مع بن زيتون الناوية مع أهالي منازف المجازف المجازف ولكن الله الله وصل دكتور الأصايل وصل بن رشيد ولكن الناوية 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 ومزنة الناوية مع الناموس الناوية مزنة 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 وصل دكتور الأصايل وصل مع مزنة ولكن الناوية الناوية بن زيتون المجازف المجازف دكتور الأصايل دكتور الأصايل الناموس مع من الفوز مع من الناموس يحتار من يختار ولكن السلامات السلامات إلى منازف إلى منازف إلى منازم ونوة الناوية ونوة بن زيتون على الفوز على الانتصار على السيارة وعلى الناموس يا بن زيتون وسلام منازم سلام هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير هنا مع الناوية مع الناوية من حققت هذا الانتصار هنا حتيق بن محمد بن زيتون المهيري تانينا والناموس على هذا الفوز البركز الثاني حلت هنا مزنة على ذلك التحديات محمد بن علي بن سلطان بن علي بن رشيد ولمركز الثالث كان الوصول هناك من الدانة خزع بن احمد بن خزع بالعثة العامري ورابعا وصلت الكايدة سعيد بن غدير بن عبيد بن علي الاكتبي وخامسا حلت هناك العبور جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري على خامسة التحديات اذا هنا الناوية وهنا بن زيتون دائما المجازف للنواميس احلى عازف مع هذه الانتصارات المميزة الناوية اذا حلت على الانتصار وحلت على هذا الفوز هنا مع لحظات الوصول والانتصار مع الناوية عتيق بن محمد بن زيتون الهيري 12 دقيقة ثلاثين غانية جزعين اثنين من الثانية كان هنا الوصول مع الناوية اذا عتيق بن محمد بن زيتون الامهيري بينما ثالثا حلت مزنة على المركز الثاني عفوا هناك كان دكتور الاصايل محمد بن علي بن سلطان بن رشيد السويدي اكتبي عفوا 12 دقيقة 32 ثانية اربعة اجزاء من الثانية تهانينا والناموس لدكتور الاصايل بينما ثالث المراكز وصلت الدانة خزع بن احمد بن خزع بالعثة العامري 12 دقيقة 32 ثانية ثمانية اجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفايزين اتواصل اشتركوا في القناة